وأكيد هنبدأ حلقتنا من عند فريق النادي الأهلي اللي بيختم النهاردة بقى استعداداته لمواجهة سان جورج الأكيوبي في دور الـ 32 اللي بطولة دورة أبطال أفريقيا الأهلي حققفوس كبير جدا في مباراة الزهاب الحقيقة يعني بنتيجة 3-0 وكان حضور لجميع اللعبين بشكل مميز على رأسهم طبعا حسين الشحات اللي سجل هدفين وإمام عشور اللي بيسمع أهداف مباراعة شديدة جدا الحقيقة يعني كمان كل اللعبين مش عاوز أنسى حد منهم لكن كمان كانت فكرة رائعة وحاجة جديدة من كابتن خالب بيبو أنه هو يصر على أن المباراتين يقاوموا في القاهرة ده طبعا بعد استغلال فرصة أن سان جورج ملعبه مش جاهز من الكاف يعني أكيد مستر كولر كمان عنده أهداف من المباراة أولها ضمان التأهل طبعا دي أول حاجة من الأهداف بتاعة المباراة بعد النتيجة الكبيرة اللي حققناها والنتيجة دي كانت بالنسبة لنا عشان قاطر بقى الأهداف التانية اللي بعد كده اللي هو هيحضر بعض اللعيبة للمرحلة اللي جاية وطبعا إذا سامحت ظروف المباراة أكيد هيكون فيه سياسة التدوير المستمرة اللي بيعملها لأن الموسم ده طويل جدا ده تقريبا هيبقى من أطول المواسم على نادي الأهلي جمهور الأهلي أكيد هيكون مالي المدرجات بالساعة المتاحة في المباراة في مباراة سان جورج وهيسانة فريقه زي ما اتعودنا وإذن الله نحقق نتيجة كويسة جدا ونتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا